اتباعاً تصل أجزاء منظومة الصواريخ الدفاعية S-400 الروسية إلى أنقرة حيث تحول حديث الأتراك عنها طول عام مضى واقعاً يجب على أعدائهم قبل حلفائهم القبول به أمام هذه الخطوة التركية أكدت واشنطن أن الاستمرار بها يعني استبعاد أنقرة من برنامج مقاتلات F-35 وتقول وزارة الدفاع الأمريكية إن مقاتلات F-35 لا يمكنها أن تتعايش مع منصة الصواريخ الروسية حيث ستقوم بحسب زعمها بجمع المعلومات الاستخباراتية التي سيجري استخدامها لمعرفة قدرات المقاتلات الأمريكية المتطورة من جانب أنقرة لم يكن الرد أقل حدية حيث تحدثت عن اتخاذ واشنطن خطوة أحدية لا تنسجم مع روح التحالف بينهما وهي النقطة التي تفتح أبوابا من الصراع لن تغلق لسيما أن الأمور قد تتطور إلى بحث واشنطن مصير تركيا في حلف الناتو لكن اللافتة في موقف أنقرة هو وقوفها على أرضية صلبة كما يرى مراقبون حيث تتمسك بالتوجه للتحكيم الدولي في قضية F-35 كذلك لعب لقاء أردوغان وترامب في قمة العشرين الأخيرة دورا بتوضيح موقف أنقرة للتوجه لشراء S-400 بسبب تمنع إدارة أوباما عن بيع صواريخ باتريوت الأمريكية لتركيا في المقابل يرى المناوئون لموقف أنقرة في المنطقة أنها بداية الحرب الباردة بين تركيا والولايات المتحدة بانتقال أنقرة لمحور موسكو والصين وإمكانية فرض عقوبات اقتصادية على تركيا من قبل واشنطن لإخضاعها لكن اللاعب التركي يرى وهو النجم الصاعد إلى ملعب السياسة الإقليمية أن الهجوم أفضل وسيلة للدفاع في مواجهة خصم كأمريكا الأمر الذي وضعها في موقف المتفرج حتى وصلت أجزاء الصواريخ دون أن تتخذ خطوات عملية ما عدى الحديث عن إخراج أنقرة من برنامج صناعة F-35 حتى آذار 2020 وهي مدة تعني فسح المجال أمام الطرفين لحل خلافاتهم الكثيرة التي لعبت أنقرة بالماضي على حبالها ونفذت ما تريد في مناطق غصن الزيتون والفرات في سوريا رغم معارضة واشنطن العلنية والتي تحولت لموافقة ضمنية خدمت مصالح الطرفين وقد تنسحب أيضا على صفقة الصواريخ الروسية وإن لم يكن في العلن